اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة الاخبار من صوت لبنان كبرت الحكومة حجرها في اخر جلسة تعقدها قبل الدخول في تصريف الاعمال وفق ما قولت يا رايح كتر من الابايح طفرة في الانفاق الزائد من خزينة متهالكة ورفع التعريفات والرسوم والاشتراكات على شعب مدرج في خانة الفقراء وخطة للتعافي من الطاقة الى المياه تحاكي رفع الصيد رصيد عفوا الحديث عن انجازات لم تحقق منها شيئا واصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي لا تزال حتى الان نظرية وتتسرب منها روائح المخالفات والتنفيعات سترميها بالجملة على عجل لتكون على عاطق المجلس النيابي الجديد هذا المجلس يدشن بدءا من الاحد مرحلة جديدة في العمل يؤسس لها دخول الثورة والمعارضة بقوة الى البرلمان فيما شدد رئيس الكتاب سامي الجميل على وحدة صف المعارضة متحدثا عن قيام تكتل النيابي او لقاء او تجمع خارج المنظومة اول امتحان سيكون في ترتيب البيت الداخلي النيابي ثم الحكومي في الاول يواجه بر بما يمثل من وحدة مصار ومصير مع حزب الله للمرة الاولى في ترشحه للولاية السابعة من دون منافس ازمة عدم الحصول على نسبة عالية من الاصوات وفي الثاني كباش حول هوية الرئيس المكلف ومواصفات الحكومة المطلوبة بين مستقلة ووحدة وطنية قطاع الاتصالات ضيف قديم جديد يدخل نادي الازمات لينضم الى الدولار والخبز والدواء والمحروقات كان السبب المباشر في اطلاق ثورة تشرين في العام 2019 بعد قرار وزير الاتصالات السابق محمد الشئير فرض تعرفة جديدة على مكالمات الواتساب ويشكل اليوم العلامة الفارقة في مجلس الوزراء الذي وضعه وزير الاتصالات الجوني القرم أمام خيار رفع التعرفة وإلى الاستقالة وحذر من أن عدم إقرار مشروع مرسوم الاتصالات سيؤدي إلى تسريع الانهيار بكرة آخر فرصة قديم مجلس وزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة بشكل مدروس لا أجيره لقطاع الخلوي وإذا أحده عنده مصلحة أنه يدمي القطاع لبعدين ينشاره بطراب المصاري أنا مني مسؤول على هذا الموضوع وإذا ما أكرر المرسومين بالصيغة التي قدمتها أنا خيار الاستقالي مطروح ورح أعرض الموضوع غدا بمجلس وزراء وينتظر أن تدرس الحكومة جدوى الأعمال ستطغى عليه الأزمات المعيشية مع شح مادة الطحين والصرخ من فقدان الأدوية وخصوصا للأمراض المستعصية وأسعار المحروقات الماضية في الارتفاع متماشية مع ارتفاع سعر الدولار والتي لم يعد من المستبعد أن تعادل الصفيحة الحد الأدنى للأجور أي 675 ألف ليرة بعدما بلغت الصفيحة أمس 559 ألف ليرة في أزمة الخبز استمرت فهافة المواطنيين على الأفران وبيعت ربطة الخبز في بعض المناطق بـ 30 ألف ليرة في السوق السوداء ووعد وزير الاقتصاد أمين سلام بأن تصرف اعتمادات إضافية لأربع بواخر محملة بالقمح في جلسة مجلس الوزراء اليوم وأصدرت وزارة الاقتصاد تسعير جديدة لربطة الخبز احتجاجا على عدم توفر الطحين المدعوم نفذ اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان اعتصاما أمام وزارة الاقتصاد والتجارة للمطالبة أيضا بإعادة النظر بتعرفة الرغيف وزير الاقتصاد أمين سلام أكد خلال لقائه وفدا من الاتحاد برئاسة علي إبراهيم أنه سيطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة لاتخاذ القرار المناسب نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم سأل بعد لقاء الوزير ما إذا كانوا ينتظرون أن يقتل أحد أمام الأفران الأفران غير بعض القطاعات الأفران في صير فيها مشاكي أنا رحت لقيت ابني حامل بارودي هلأ نحنا منا مضطرين نشتغل بهيك وضع فيه سبع مطاحن متوقفة عن العمل بيقرأوا ويتغنوا ويقولوا أنه عندنا أربعين ألف طون شو أنكن أربعين ألف طون بأربع مطاحن موجودين هؤل أربع مطاحن ما بيغطوا لبنان فيه مطاحن كبيرة معلش بدي سميها بالاسم بتغطي الجنوب بالضحي واسم اللي بقى كلها متوقفة عن العمل وبحمل رئيس الحكومة مباشرة هذا الموضوع لأنه ما عم نوعز لها حاجة مصر في لبنان لأنه هو المسؤول صار عنها لصة من جهته استغرب رئيس الاتحاد العملي العام شارل أسمر تسارع الانهيار بعد انتهاء الانتخابات النيابية مشددا على ضرورة الإفادة من إعادة تجديد السلطة والبدء بحل الأزمة أسبب المحروقات ما إلى حل طوابية أسبب الخبز أسبب المواد الاستهلاكية أسبب الأدوية اعتصام أمام مجلس المزارة لمرضة السلطان حيث كمان رفع الدعم عنه شو المطلوب؟ المطلوب إبادي للشعب اللبناني وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال وبعد قرار المطاحن بتسليم الطحين الأكسترا لأفران الخبز العربي دون الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق ومعابل البيسكوي والباتيسري اعتبر أن هناك مؤامرة على هذا القطاع نفذها أصحاب الأفران الكبيرة وكرتلات الخبز العربي مشددا على رفع دعم عن كل الناس وأما دعم طحين لكل الناس وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الأسعار الجديدة لربطة الخبز التي أتت على الشكل الآتي الربطة الصغيرة 8 ألف ليرة الربطة الوسط 13 ألف ليرة والربطة الكبيرة 16 ألف ليرة أدي حطاب صوت لبنان وفي السلة الضرائبية يقترح وزير المالية يوسف الخليل زيادة الدولار الجمركي استنادا إلى القيمة الفعلية التي سوف يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال التي ستكبد اللبنانيين نحو 14 ألف ليرة إذا احتسب الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة وهو اقتراح سبق أن أدرج كبند في مشروع قانون موازنة 2022 ولاق معارضة ولن تكون الجلسة بمنأة عن ملفات ساخنة أخرى مطروحة من خطة التعافي الحكومية التي تتضمن نقاطا سبق ورفضتها قطاعات عدة إلى خطة استراتيجية إلى خطة استراتيجية قطاع المياه وقطاع الكهرباء مطالب أساتذة الجامعة لبنانية لجهة إقرار ملفي إصدار عقود المداربين ودخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ ملاك الجامعة لم تدرج على جدوى الأعمال الجلسة فيما ينفذ الأساتذة اعتصاما على طريق القصر الجمهوري ويتوقف موظف الخلوي اليوم عن العمل حتى إشعار آخر مع تنفيذ تحرك ميداني بالتزامن مع جلسة الحكومة في هذا الوقت شدد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تأمين دعم سياسي واسع النطاق للشروع بالإصلاحات الشاملة اللازمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته وملاءة القطاع المالي المالية بهدف تحقيق نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط وأضاف أن البرنامج الممول من قبل صندوق النقد الدولي سيخضع لإجراءات التزمت السلطات اللبنانية مسبقا بتنفيذها وبعد ذلك سيجتمع المجلس التنفيذي لمناقشة ودراسة البرنامج رأى الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان أن ما فرط من أموال المدعين كان لدعم الدولار انتخابيا وسياسيا ووصف في حديث لصوت لبنان خطة التعافي بأنها فطفاضة وتحمل المواطن الجزء الأكبر من الخسائر والأعباء ورأى أن الصيغة المطروحة للدولار الجمركي تكرس العدالة الاجتماعية خطة التعافي للأسف هي خطة فطفاضة وتحمل الموضعين والمواطن اللبناني الجزء الكبير من الخسائر والأعباء حيث أنه هناك 60 مليار دولار يبدو أنها ستشطط من خبل الدولة والحكومة على حسب الموضع اللبناني يعني ما بيصير أنه اللي معه فوق 100 ألف دولار هذا يعتبر من كبار الموضعين ما نحفظه وديعته هذي بالدرجة الأولى أما بالدرجة الثانية بموضوع الإصلاحات بالطبع نحن نعرف أنه اليوم حكومة تطريف أعمال ما ممكن تقدر تأخذ أي قرارات جريئة أو أي قرارات تنفيذية نتابع نشو فيها بعد قليل عقوباتنا أمريكية على حزب الله عودة لمتابعة النشو رد رئيس مجلس النواب نبيه بره على معارض انتخابه وعلق على تلويح بعض النواب الجدد من قوى التغيير بإمكان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلاً عنه مشيراً إلى أن الأمر لا يستفزه وقال معنى ذلك هو المباشر في تطبيق إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة وأضف في حديث إلى صحيفة الجمهورية أن المجلس النيابي سيد نفسه ويجب احترام إرادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس ورداً على سؤال ما إذا كان يخشى من أن يتم انتخابه لولاية جديدة بمثاقية مسيحية متواضعة أجاب بره نحن متواضعون أيضاً مبدياً استعداده للتعاون مع من يختاره النواب لمركز نائب رئيس المجلس رئيس حزب الكتائب سامي لجميل أكد أن حزب الله خسير الأكثرية وشدد على ضرورة وحدة صف المعارضة في المرحلة المقبلة اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي لجميل أن القضية التي كان يدافع عنها حزب الكتائب من الـ 2015 إلى اليوم أصبحت هي الأكثرية وخلال اللقاء شعبي أقيم في الصيف مع نواب الكتائب الفائزين دعا لجميل إلى إزالة كل الحواجز حول البرلمان لأن الصوار سيدخلون إلى المجلس النيابي متعاهداً كحزب كتائب القيام بكل شيء لنكون عنصراً جامعاً ولن نضع شروطاً إلا الثوابت وهي الدفاع عن السيادة ومواجهة وضعية حزب الله على البلد ورفض أي مساوة ما على أموال اللبنانيين وعلى المحاسبة وأي كلام عن عفى الله تغير كل شيء وحزب الله خسر الأكثرية ودخل على المجلس عشرات وعشرات من الوجوه الجديدة المعارضة الخارجة عن المنظومة هيدا اللي وعدنا فيه وهيدا اللي صار تحية للكتائبيين بالجنوب يلي أثبتوا أنه مش مظبوط مش مظبوط أنه نحن ما قلنا كلمة لا الكتائبيين بالجنوب سقطوا أسعد حردان هو والحزب العومي السوري طبعه لجميل أكد أننا أمام مشهد جديد بالكامل تغير كل شيء بالسياسة بلبنان كل شيء يتغير كل شيء معودين عليه أنه بيقعدوا مع بعضهم وبيركبوا تربيش مع بعضهم هيدا انتهى لأنه اليوم فقدوا الأكثرية وفقدوا القدرة على التحالف مع بعضهم وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي جديد بالكامل مين كان قال أنه رموز النظام السوري بلبنان بيسقطوا هيدا السقوط المدوئ بوجه من هوني نداء لكل النواب المعارضة المنتخبين وجه لهم نداء للوحدة وحدة صف المعارضة بكل المرحلة المقبلة وحدة دفاعا عن سيادة لبنان وحدة دفاعا عن المحاسبة بلبنان النائب المنتخب سليم الصيغ جزم بعدم المساومة على السلاح وحقوق الناس والمحاسبة ليصاق كل مرتكب إلى العدالة النائب المنتخب ليس حنكش أكد بدوره عدم المساومة دفاعا عن حق وقضية سقط ستة لايف شهيد من أجلها النائب المنتخب بنديم لجميل شدد على أن مشروع حزب الله انكسر داعيا لرص الصفوف والتضامن النائب المنتخب أديب عبد المسيح لفت إلى أن الكتائب والقوة التغييرية زعزعوا المنظومة في الخامس عشر من أيار بدورها اعتبر المحامي مجد حرب أن المعركة أتت بطعمة ربح لأنها هزت عروشهم مجد لنعيد صوت لبنان مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد هيل رأى أن الوقع الذي ظهر الأحد الماضي أن حلفاء حزب الله المسيحيين عانوا من انتكاسات وأن الممارسات الديمقراطية والبنية السياسية طائفية في لبنان تميلان إلى إحداث حالة من الشلل وأشدد هيل على أن المشاركة السنية المنخفضة الناتجة عن انسحاب الرئيس سعد الحريري ثبتت أن الأخير لا يزال يقود دائرته الانتخابية ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستؤدي إلى مزيد من التوتر وأن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قد يسعى إلى الحوار بين اللبنانيين حول صياغ جديدة جريئة للحكم في هذا الوقت أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ستة أشخاص وثمان شركات على لائحتها بتهمة تمويل حزب الله واستهدفت بشكل خاص رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله الذي وصفته بالوسيط المالي لحزب الله ومنصق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسورين الماليين لحزب الله مثل محمد أصير ومحمد آسم البزال وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون التزام الحكومة الأمريكية بحماية القطاع الخاص والنظام المالي في لبنان من انتهاكات حزب الله من خلال استهداف الأنشطة المالية للمجموعة وكشفها تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات نشر الحمراء من الانتربول بحق رجل الأعمال كارلوس غصن ومن المتوقع أن يحدد عويدات في غضون الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل موعدا لستدعاء غصن واستجوابه قراءة قانونية في هذا الملف مع الدكتور جورج ياسبيك في حالة كارلوس غصن نحن أمام تطبيق قانون العقوبات اللبناني وتحديدا المواد 30 وما يليها القاعدة الأساس أن لا يسلم لبناني إلى دولة أجنبية أولا للصلاحية الذاتية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات وثانيا للصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات لكن الاستثناءات كثيرة لهذه القاعدة أولها في حال وجود معاهدة استرداد بين لبنان والدولة طالبة الاسترداد وفي حالتنا لا وجود لهكذا معاهدة كون الجرم ارتكب في اليابان ومن يطلب استرداده هي فرنسا ثانيا تبيح الاسترداد الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد وهذا ينطبق على حالة كارلوس غصن المرتكب في اليابان خاصة وأن الجرم المسند إلى غصن ينال من مكانة اليابان المالية سندا للفقرة 2 من المادة 31 من قانون العقوبات كذلك الاسترداد ممكن لأنه غير ناشئ عن جريمة ذات طابع سياسي سندا للفقرة الأولى من المادة 34 عقوبات هذا في توصيف الجرم وفي العقوبة فإن الجرم المسند إلى المطلوب استرداده يعاقب عليه القانون اللبناني وأيضا القانون الياباني بأكثر من سنة حبس سندا للفقرة 2 من المادة 33 من قانون العقوبات هذا نسميه le principe de double incrimination أي أن الجرم معاقب عليه في كلا الدولتين اليابان ولبنان في حال كانت اليابان هي طالبة الاسترداد ولبنان وفرنسا في حال كانت فرنسا هي طالبة الاسترداد نضيف إلى كل ما سبق علاقة التعاون بين الدول اللي نسميه committee among nations التي تفترض التجاوب لإرساء مبدأ العدالة لكن في مطلق الأحوال كارلوس غوصن لن يبقى دون محاكمة عملا بالقاعدة في القانون الدولي يعني إما أن تسلم الدولة المطلوب استرداده أو أن تحاكمه وإلا سادة منطق الإفلات من العقاب نتابع النشرة فيها بعد قليل جحيم في الدونباس أهلا بكم من جديد أفادت صحيفة تايم أوف إسرائيل نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على طرق لضرب منشآت إيرانية تحت الأرض ودفاعاتها الجوية مؤكدا لاستعداد للرد على أي هجوم من إيران أو من أنصارها في المنطقة في الملف الأوكراني وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي الوضع في الدونباس بالجحيم مشيرا إلى أن القوات الروسية دمرت بالكامل المنطقة وأتهم موسكو بشني عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة وحذر البنتاجون من أن الجيش الروسي وعلى الرغم من نجاحات تحققها القوات الأوكرانية في خاركاب يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول في هذا الوقت تعمل الولايات المتحدة لإمداد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى المضادة للسفن للمساعدة في فك الحصار الروسي في البحر الأسود فيما وافق الكونغرس الأمريكي على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار تنتظر مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد خلال جلسة لمجلس الأمن بأن أوكرانيا لن تبقى كدولة في حال وقفها القتال ضد القوات الروسية وقال بلينكين إذا أوقفت روسيا القتال غدا فستنتهي الحرب وإذا أوقفت أوكرانيا القتال فإنها لن تبقى الصفحة الرياضية مع رومينتون نوس نبدأ أخبارنا الرياضية ببطول جوناف للتنس تأهل الأمريكي رايلي أوبالكا إلى الدور نصف نائم من البطولة وذلك بعد فوزه على الهولندي تالون بمجموعتين لمجموعة وحدة بنتيجة 6-4-3-6-6-3 كما وفاز الشاب النروجي كاسبر رود على الأسترالي تاناسي كوكيناكس بنتيجة 6-4-7-6 إلى ذلك حطم الأولمبي الأسترالي زاك كوك الرقم القياس العالمي لسبائق 200 متر صدر خلال بطولة بلاده للسباحة لا يستعد من أجل بطولة العالم من بعد ما سجل للروسي أنتوني تشوباكوف سنة 2019 ديئتان وست سوينة وسجل زاك ديئتان وخمس سوينة إلى ذلك فرضت رابط الدورة كرة السل الأمريكي للمحترفين غرامة 150 ألف دولار ضد دولاس مافريكس بسبب مخالفات بتعلق بما قاعد بدلاء الفريق والمدربين لأنه عم بدايق الخصم وكان مافريكس قد عكب بغرامة 125 ألف دولار بسبب مخالفات مشابهة خلال مواجهته أمام يوتا جاز وإلى رشرة الأحوال الجوية الجو اليوم مشمس إلى غائم تيلة النهار درجة الحرارة القصوى 24 درجة ريح غربية جنوبية بسرعة بتتراوح بين 10 إلى 15 كم بالساعة ونسبة رطوبة 66 بالمية بكرة الجو بيكون مشمس بصورة كلية والحرارة بترتفع وبالسجل بين 19 و 26 درجة لأحد رح نشهد زخات من المطر بعد الظهر مع انخفاض بدرجات الحرارة لـ 23 أقصها و 18 أدنيها تنين كمان رح يكون في زخات من المطر ودرجة الحرارة القصوى بين 19 و 23 درجة والثلاثة الطقس مشمس والحرارة بين 19 و 23 درجة بهذا نأتي إلى ختم النشرة من صوت لبنان شكراً لحسن المتابعة اشتركوا في القناة